موسيقى موسيقى السلام عليكم خليليكم الأمنية تقدم رسائي الأولى السلام عليكم معكم أمنية يوتيوبرز معكم عبدالله أبركاوي كما تشاهدوا ديما المهم كانت توجدوا مع أمنية لحسب أنك نقدش حوية جداد بوغيليشن يوتيوب ديوننا كما تعرفوك كلما راح يكون الكوميديا أي حاجة كنتدخله فيها هذه ماشي المرة الأولى أصلاً كانت عندي قناة توصلة 111 ألف متابع يوصفها وفاش مشاولي القناة أو تلك الشي فكرت نعود من جديد قلت نقلسو حل شوية أعطي المرتاح نعطي راسي وعطي سرطنقاء وعودت كل شيء من جديد وغادي الحمد لله المحتوي ترى أبينينكم في كوميديا والاستاندابو غادي كونوا دي سكيتش وغادي كونوا دي كابسو دي الكوميديا وغايكونوا برامي إن شاء الله جين في الطريق وكما كان عارفو الجمهورة أنا كنغني وكندير بزرط الحويج يعني عندي القناة بحالين بوادي أنا الفكرة كانت من عند ماما كنا باركين مع لنا مابينة قلت لي مهم شافتني أنا أصلاً عزالية الشهرة وحقتار حتعلين حل شين في اليوتيوب صافي وحلت شين في اليوتيوب وبديت بلا فيلوغ بديت بواحد البرانك اللي درت الماما يعني كل شي كي جي عفوي للبرانك اللي درت الماما للبرانك اللي درت الماما كلهم كانوا بالصح وعفويين لا العفوية كتجي مني كتديرش حاجة عفوية كتطلع بغير مع عفوية يعني كدير جيد بصح فمتي الناس كتفاعلوا مع الحاجة اللي كتكون عفوية حسن ما كتكون مدروسة كتبانش حاجة مدروسة لاحس انا حيث هنا حسنا لكي أنا مخوة عالي أنا جيت على أساس كين آنيفيرسيغ ديالها لا مشي الابخو ميغفو دي دوزين فوا لأي حاف لاشين ديالي كين برانك قلت لي يا كيلاني فأنا مع لباليش دخلت لقيتهم حاطين لي كاميرا حاطين كل شي شدوا فيه شدة زوينة بزر وانا رجعت لي همه باش نتاقم منه بصاح مني ندرت لي البرانك اللول لقائي الجاب للناس وصافي وبغيت نكمل معان شاء الله يكون الجديد بيني اي حاجة مهم معرفة شباقي تشوفون شو يقولون بالنسبة للحواج هادو لا لا مش ما عارفاش احنا دابوا كلها تكيش شغل على قناة ديالو لكي كلي باقتاج باقتاج مع بعضياتنا حيث دارك وكلي برمابين جوجي لك انو كيتعاونوا ورا غادي يكون ذاك شي زون شاء الله على المحتوانة ما عندي مشكلة انا عارفيني الناس حنا ديجا كنتعاونوا باش نطلعوا بعضياتنا يعني يقدروك نحطو حلقة عندي وحلقة عندها وغادي اه نقدر ندر قناة مشتركة انشاء الله نقدر قناة مشتركة ولكن شمال بردويت غيكون فيها وكي غيكون ذاك البردويت واشنو هنخدموا على القناة اللي غادي تدرون يعني دابا غير يزيدي عارفنا الجمهور مزيلا وعارفون الناس اللي كي شاهدونا ابخي غاي ويشوفوا كما قلت لك قد اكش دي بوات برو بوات ديال مفاجأات كل مرة يشوفوا مفاجأة حيث انا من النوع اللي كيصوب الحويش بلا ما يدير لهم تايزر بلا ما يدير لهم بيبلي سيتي بلا ما كان حط عفوي ديركتو مو اي حاجاتي تعفويه اللي كتلع كيما كتشاهد دابا لدخلتي القناة ديال بركاوي تيفيلي تصوبات جديدة الحمدولي لا غادي يبو حديثها دابا تصوبت تقريبا شي شهر هذا دابا شهر هي محلولة ما كان فيها تشي حاجة حطينا فيها فيديو دابا وصلت تكون شي 18000 متابع والفيديو غاديل شي شي 18000 فيتا وعني إلا زدنا شي حاجة جديدة رابا تسمطها يعني خسير يتعرف بلا عكس حيث انا كان خرج على ذاك الشي اللي كان دير كان جيب حواج اخرين مخالفين لدك شي بحالك ما كتشوف دابا احنا جيب نشي حواج لهم وابسي شكل درجة انا شكل اللي قال انا غنتلقا معاك شكل اللي قال هذ المشاهدين غاي عرفوا بلي راح نك ندير شي حاجة جديدة يعني احنا باقين في الحياة باقين في الوجود باقين في الوجود وباقين في الازان تيرفيو باقين في الجديد يعني الانسان اللي كتبرك كتصوب الفكرة كتخمرها كتعطي بروديزوين للمشاهد ماشي كتشي واليوم فيديو غدا فيديو اللي يمارا غيمل منك بنادم واحد احتلا لزا ماكينة طول هذا وحاطش حاجة جزوينة اللي غتلقى الاعجاب الجمهور ماشي مشكي مهم تلقى اعجاب ومهم الناس يعجبون من ذلك شي اللي غنديره انا اصلا من صغر ديالي عندي حلم انني نكون عندي شهرة كلموش لش حاجة تمشي الشهرة لغدا با ماشي هي دارولا اي حاجة غتخدم عليها وغتتعب عليها غتتاخذ اتعب ديالك ادي شي حاجة واضحة وانا اعزالي الشهرة ومنين اقترحش الي ماما ووافقت انني ندير لاشين ديالي در تلاشين وانا نخدم عليها ان شاء الله احنا من قبل مني تلاقينا اقدرنا قاتلك نصاوب وش حويج اللي عجبوه الناس اللي عجبنا الناس بعدها ودكش اللي كان ديروه شجعوه الناس وكيتفرجوا فيه ديك ساعة واخده نشوفه الارباح انت عارفين الناس يعني كيخصك القانون ديال اليوتيوب بلرقات ساعة معروفة كيخصك اول حاجة كمال ربعا ساعة وتكمل الف ابواني ديالك وتكمل احنا كنشوفوه ذاك الجمهور واش غتعجبوه واش غتجرل عندنا عدا نشوفوه واش غندخله احنا كما كتشوفره كل شي من عندنا بدين من ذاتنا واللور انا ماشي مشكل كنده هم الناس اللي بغو ديروشين في يوتيوب علش الله ولكن تكون شي حاجة اللي هتعجب الجمهور وشي حاجة اللي تكون محتارمة وانا ديجاد ويتفاد فاد الشيخ رؤ الديالي هو روتيني اليومي انا صراحة معجبنيش حال بإصلاف فاد روتيني اليومي اللي ولو كيديروه داب الناس ما هreu despيت فاهمتش معجبنيش وانا ديجاد ويتفيد ومعجبنيش الحال محتوى يشتركوا العائلة ويتفرجوا فيها محتوى زوين اللي يعجب الناس ويقدروا يبركوا عائلات ويتفرجوا فيها ماشي حاجة لي غا يقدروا يتفرجوا فيها انا بالنسبة لي اول حاجة كانت بعدها البداية دلي هي اليوتيوب اول باب تحديي انا اول اليوتيوب يعني وصلوا كما كان قلوه الفيديو راكمن وصلوا ترى خمسات المليون سترى المليون دي المشاهدات عادة تليفزيون كتسمى باش توصلتوا لي ارتيست را صعيبة صعب بزاف وخاصة كتزن بزافة المراحيل وخا كتوصل فيما وصلتي كتقول انا يلا كنتعلم انا يلا كنعرف فين كان حتى رجلي انا يلا كندرس تمتيل انا يلا كنقرأ انا يلا كنتعلم وكتشوف الناس بزاف كيجيوا الدخالة يعني كيكون الداخل على الميدان غير ما دارسش الميدان بالعكس انا عندي بروجيات ديولي خاصة بيا استيل خاص بيا ما كانت بيعش موجة والفنان الخليط انت هم عندهم استيل خاص بيهم وناس خاص بيهم بوعديتهم يعني كلك يدير البرودوية دياله معامل بالعكس انا ما كانت نافس متاهد انا كنقدم البرودوية ديالي انا كنضحك جمهور سافي اذا ضحكت جمهور دك شي اللي بغيت ما ضحكتوش كنديل اللي استطعت عليه كما كتشوف انت اليوم هجي بنتي حوي الجداد كنقول الناس اللي متبعيني كنشكرون بززاف الناس اللي مسانديني والناس اللي غايدخلو عندي جداد كنقول مرحبا بكم وشاء الله تشوفو ديال الجديد وشي حويش اللي زوينين غادي يجبوكم قدرون نساوبو سلسيل اسميته كافي اولي انا انا كنغني الراب واحد يغني وناخر يشطح ومحنا درنا فقرة فوكاية بلا ما لحظتوا تحياتي لكم شكرا لمغاربة كاملين يتابعونا وشغا نقول لكم كامل بغيكم فلقها بكلكم ومسيرة خدرا ان شاء الله كما كتشوفو جززونا شكرا لخنا نشوف تافيل جاتل عدنا وكبرش بينا شكرا لكم بزاف شكرا لكم بزاف شكرا لكم بزاف اشتركوا في القناة